ما طلع من إيدك بقى خلاص طيب بالاحتفال بقى يا سيدي الاحتفال شوف أولا ده عادة من العادات ده في الكلور قديم يعني مثلا أنا رغم من سبحان الله أنت مرزوقة على فكرة عشان يعني نيتك سريمة جدا إنك جرتني النقطة مكتش مطروحة أو ربما مطروحة أنا معرفش عندك لأنه والله العظيم أنا لأعرف الأسئلة اللي معاه لو ألا أقولتها لكش تمام إحنا أنا مقربة من عيد شم النسي حيطلع لك حناجر السلفية في اسكندرية وفي عبدين والزتون ومش عارب فين أقول لك كفر وشرك والبيض والفسيق والرنجة أقول له حاسب 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 شم النسيم عيد مصري قديم مذكور في سورة طه واللي احتفال بي نبي من الأنبياء سيدنا موسى أقول لك الناس أنا جاي بحكلام أنا بتاع حقائق علمية أنا أستاذ فقه في جامعة الأزهر تمام عارفين ومقامة كبيرة سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون قال للصحراء دول كانوا محافظة السواك في أزهل وقت مبلس ما أنصنا وبعدين قال لهم ده هو فرعون تصور فرعون الخروج تصور ان اللي جايبه سيدنا موسى ده من المعجزة العصى ويده تخرج بيضاء من غير سوء فهو فكر ان ده سحر وكان السحر قد نشط في عصر هذا الفرعون المهم فهم راحوا لسيدنا موسى عليه السلام وطبعا باسمه العمرانية موشى أي ابن الماء موشى ابن موسى يتعانى بقى نتبارز مع بعض شو بقى يختار ايه شو بقى هنا فقه الدعوة اللي هو طيارات التكفيرية الجهلة من سلفية وإخوان وشيعة ودواعش لا يفقهون فن الدعوة اختار الحدث والزمن إزاي دكتور عمادي يا صديق اختار تجمع الناس على شاطئ النيل الموعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحعة يبقى اختار شم النسيم فلو كان عيد شاك موعدكم يوم الزينة يوم الزينة اللي هو بقى المصريين وأن يحشر الناس ضحعة أن يحشر الناس ضحعة ده كان يوم شم النسيم بالصب يعني الاحتفال بشم النسيم مصور الطهو واجب على المسلمين لا اسمعني ايه سيبك من الوقت انا الاول بقى الصالح هل هو كفر لا مش كفر مش كفر يبقى حلاة ليه بقى هقولك بس عيد قومي قديم ولذلك الدول الاسلامية اللي في وسط قارة اسيا ايران فغانستان اسبكستان طاجستان ماشي باكستان تم ابتحت في البعيد النيروس الى الان اللي هو عيد الربيع عيد الربيع هنكفرهم لا هنخرجهم عن الملة لا لعندهم عيد النيروس والعرب احتفلت بيث اشعرهم اتاك الربيع الطلق يختالوا ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلمه قصيدة طويلة امكن انت تذكرها اي نقطة في السنوية العامة انا كنت باخدها في السنوية مش كده اتاك الربيع الطلق يختالوا ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلمه مش كده تمام وبعدين فالنيروس فسيدنا موسى بحس الدعوة عشان يعلمنا فن الدعوة اغتنم تجمع المصريين اليوم كان يسموه بقى شم تو شم تو لا شم النسيم ده تحريف عربي اللي هو شم النسيم وذلك السلفية من غبام يقول لك ايه قصوا بيحتفلوا بيه عشان النبي مات فيه شوف شوف الكتب والتزوير طيب والنبي مات يوم شم النسيم ولا مات يوم تس عربيع شوف شوف التزوير السلفي ده دول حق انا لو انا ليه كلمة في العالم الاسلامي لأمرته بحكمة السلفيين بتهمة اصدراء الاسلام والكذب على نبيه الاسلام وتحريف القرآن الكريم المهم فسيدنا موسى اختار يوم شم النسيم شمته لو ان يحشر الاول قال ايه موعدكم يومه الزينة وان يحشر الناس ضحى شوف بقى فن الدعوة اللي بقى الضحى وانت راجل علمي اعتدال الضوء لا هو خافت كاشراخ الشمس ولا قول احسن ولا مبهر كوقت الظهيرة شوف هنا فن الدعوة الموعدكم ايه يوم الزينة وان يحشر الناس ايه ضحى وما يكونش في برد ولا حر معتدال يوم الناس هتنظر بقى للمبارزة فقم السحراء راموا فخيل اليه من قوة سحرهم انها حية تسعى فجال الواحد قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك هنا السحرة عرفوا ان ما جاءوا به كيد ساحر وان ما جاء به موسى معجزة فالقي السحرات ساجدين الله اجن مرة ثانية طيب السحرة بغرورهم وكبرياءهم قالوا احنا اللي هنلقي قالوا لقوا فلما ألقوا خي لاليه وبعدين استرهبوا الناس واسترهبوهم جاءوا بسحر عظيم ايات كثيرة في الاعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه المهم استرهبوهم جاءوا بسحر عظيم حتى سيدنا موسى مع انه نبي خيل اليه من سحرهم انها تسعى فأوجس فيه نفسي خيفة موسى خن لا تخف هو خافش على نفسه على الدعوة ايه فلما ألقى فعلا عصى موسى تحولت الى حية عظيمة ابتلعت كل حبال وعصي الصحرة فأيقن الصحرة انهم اماما معجزة من المعجزات فألقي الصحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهرو احسن اذا مشروع عيد مصري قديم بس انا نزود لسه عبارة عادة من العادات لم يأتي في الشرع المحمدي ما يحرمه ولا ما يجرمه بقى ناكل في سيخ ناكل كل حاجة كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرسل وزاكة اقول لك يا دكتور عماد ويا مصر ويا مسلم العالم اتبعوا ثقافة الازهر منارة الاسلام وحصن المسلمين